اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الهوية التجارية على برنامج ورد في هذه المحاضرة راح نصمم موضوع مهم جدا من مواضيع التصميم الهوية التجارية لهو هو الاكياس البلاستيكية طبعا الكياس البلاستيكية مهمة وكثيرة الطلب حتى في وقتنا الحالي وطبعا توجد الكثير من الاحجام والانواع ولكن راح نشرح الاحجام الاكثر طلبا والاكثر استخداما طبعا هذه بعض احجام الكياس البلاستيكية اللي هو طبعا 25 في 35 30 في 40 35 في 45 40 في 50 50 في 60 و 66 في 85 احنا راح نعمل هذا التصميم اللي هو الاكثر طلبا اللي هو 30 في 40 طبعا نفتح برنامج وورد ومن تخطيط او تخطيط الصفحة نجي الى الحجم احجام الورق الاضافية وطبعا راح نختار احنا بهذا المكان راح نختار الحجم اللي هو طبعا راح يكون العرض 30 والارتفاع 40 وراح نكتب العرض 30 والارتفاع راح يكون 40 طبعا هنالتظهر عندنا رسالة بخصوص الهوامش لابس انه نجاها لها ممتاز الان راح نعمل تصميم بسيط طبعا هذا التصميم راح يكون لمحل ملابس متجر ملابس رجالية راح نضيف الشعار طبعا من ادراج صورة وضروري هذا الجزء اللي بالاعلى انتركه لهذه المنطقة يعني مثلا نصمم من المنتصف او من اعلى المنتصف الى الاسفل طيب من ادراج صورة طبعا نكليك ايمن التفاف الناس امام الناس وراح نخلي الشعار بهذه المنطقة جيد الان راح نضيف شكل طبعا هذا الشكل بهذه المنطقة هنضيفه بهذه الطريقة طبعا راح ننضي هذا الشكل احمر ويكون لون الشكل احمر بهذه الطريقة لون احمر وطبعا بلا مخطط تفصيل او لا بقس يكون اسود ايضا جميل نجرب اللونين ونشوف يا هو الاجمل الان نكليك ايمن وطبعا تحرير النقاط راح نضيف نقطة بالمنتصف ونسحبها بهذه الطريقة وطبعا راح نضيف نقطة بهذه المنطقة ونسحبها سيكون بهذا الشكل عبارة عن مستطيل مخصر جيد لا بس انه نضيف نص من ادراج مربع نص وطبعا راح نكتب احنانا crazy لتجارة الملابس الرجالية طبعا نكبر الحجم وطبعا نختار يعني bold اللي على الحجم وطبعا نختار font مثلا الجزيرة نختار مثلا هذا الحجم من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا نختار لون الخط احمر نشوفه جميل مو جميل نجي الى هذا الشكل ورح ننطي اللون الاحمر تعبئة الشكل احمر جيد وطبعا هذا النص راح يكون باللون الابيض بهذه المنطقة ممتاز الان بيمكاننا ان نضيف بعض اللمسات البسيطة مثلا ممكن نضيف خط وطبعا هذا الخط ممكن يكون لونه ابيض يعني المخطط التفصيلي ابيض وطبعا الوزن ممكن يكون هذا الوزن بهذه الطريقة طبعا راح نستنسخها ثلاث نسخ مثلا بهذه الطريقة وطبعا نضغط control وشفت افوان نضغط control محدد هذه الخطوط وطبعا نضغط shift control وراح نضيف الخطوط بهذه المنطقة ممتاز بهذه الطريقة الان راح نضيف اهنان بهذه المنطقة راح نضيف اشكال مثلا راح نضيف هذا الشكل راح نضيفه بالاعلى وطبعا راح يكون بهذا الشكل بهذه الطريقة ممتاز طبعا راح نضيفه اهنانه بهذه المنطقة وطبعا راح يكون باللون الاحمر ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا لا بعز انه ينضغط اكثر وطبعا control نستنسخة نسخة اخرى نرجع نحدد الشكل بقط وراح نضيفه اللون الاسود طبعا راح يكون بهذه المنطقة بهذه الطريقة وطبعا يعني ممكن يتحددن الجزعين الشكلين الشكل الاول والشكل الثاني بهذه المنطقة وطبعا الشكل الثاني ممكن يكون لون افتاح ممكن اجمل يكون جيد الان هذا النص راح نستنسخه وطبعا راح نضيف العنوان وارقام الهواتف نكتب احنا العنوان العراق بغداد مثلا شارع المنصور نصغر النص ممكن بهذه الطريقة توسيط تأكد من حجم النص طبعا نانا النص كبير يعني يقصد مربع النص كبير بهذه المنطقة ولا بأس طبعا نختار regular لا بأس يكون regular وطبعا نضيف خط واصل هذا الخط يكون باللون الاحمر ولا بأس ان يكون منقط يعني من شراط نختار هنا منقط وايضا ممكن يكون على كبر الصفحة جيد وراح نستنسخ هذا الناس نخلي بهذه المنطقة وراح نكتب ارقام تليفونات 0780 مثلا هني اجري ارقام عشوائية مثلا هذه الطريقة جميل احنا ممكن نضيف نصوص طبعا هذا الناس ممكن يكون بي اللون الاحمر وطبعا حجم bold نكتب احنا ازياء تركية ازياء صينية مثلا ازياء ايطالية ممكن طبعا تكبر ممكن يكون 40 ولا بس انه حجم صغير ايضا مناسب طبعا هذا ممكن شعر يكون بهذه المنطقة اذا لاحظ انه اصبح عندنا تصميم للكيس البلاستيكي طبعا هذا التصميم بسيط ومناسب اذا لاحظ انه هذه المنطقة فراغ لغرض التثقيب حتى لا يكون التصميم مشوه ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة